تدرنا ممكن خط واحد يفرق بلان الرسمة تكون اسطرية و تكون يعني ما يشي حالك صح ولا لا يقول لهم شي مانفي شي صح السلام عليكم كيف الحال؟ ردينا بديد اوه لقينا صاحب بديد معانا هنا غالب من المقطع هذا بيكون نزل قبل او بعد صلاة العصر فاذا كنت ما صليت العصر امدي عصر لي اقصو شي اسم 10 10 وحوما كده وي بي باي لازم دعنا وراي كارديو يا حبيبي اهم الشي قبل ان يمشي لازلت قبل فترة في الستوري على انستجرام انه اذا انت حاب ان نشوف الرسمات فنحط عليها ملاحظات غرافيتي بشكل عام سواء كانت تاق ثرواب بيس او اي ان كان نوع من نوع الكتاب العربي وانجليزي نسلي اياها على هذا السؤال اللي كان طالع كده في الشاشة ومنها رح ناخذه ونسوي هذا المقطع ونجمع رسماتكم بصراحة جت مجموعة رسمات جدا طيبة و الحلو في انها متنوعة رح نكتشفها سواء مع بعض في هذا المقطع ونشوف الملاحظات اللي حطها عليها وهل بعض الاشياء البسيطة فعلا ممكن تفرق في الرسمة مو لازم تحط تغييرات مارة كبيرة اشياء بسيطة اذا تعلمتها ممكن تكون هي الكلك اللي حيفرق معاك في عمالك الجاية بإذن الله تعالى انزبته هذا عطيته اسمه نحن روح ونشوف الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم اهم شي جهزته الشاهي اعم هذا الشاي ومحبق سخافي نكبل الشاهي على الايباد في الايباد تحت بس تشوفون وراء حركات مدرسية اول مشاركة موجودة عندنا من AUD7 يعني متكب من الاسم اللي واضح لي هنا انه كان يحاول يكتب هاوس او كاتب هاوس في صراحة ملاحظات كثير حبيت ابدأ فيها من اول واحد كاتب بالحروف انها تكون انجليزي حروف small هنا عندنا هذا ال H وهنا ال O وهنا ال U وال S خلينا نكمل مترا جاي كده يعني هنا في حوسة عندنا في ال H شايفينه مسوي كده لفة هنا هنا في زوايد او قصات في ال U غريبة في اضافات في ال S في فوق وتحت محاولات حلوف طيبة لكن الغلط اللي وقع فيه اول شيء وزنية الحروف ما هي جاية متزلة مع بعض خاصة انت في بدايتك تحاول انها توزنها تكون بخط واحد ما هو غلط انك تحاول تشكل وترفع وزنيات مختلفة لكن انت عندك هنا اول حرف عندك ال H طوي واصل فوق والباقيين كلهم تحت وقعدين يصغرون بس ما فيه تناسق بينهم احنا نحاول نخليهم حتى لو كان هذا بارز والباقيين على الاقل يكونون في مستوى مناسب او ال S توازيه يعني تكون في البداية حرف كبير والاخير في حرف كبير اللي بينهم جاين صغار حيكون منظرها مرحة حلوة الشيء اللي بنحاول نشتغل عليه اللي هو احنا نبسط الكتابة والحروف يعني الخطوط جاية شوية نحن شايفين كده هنا مقوسة بعدين فيه بروز شوية غريب والاضافة اللي زايدة عليها تحس معطية شذوذ بالشكل اللي بنحاول نسويه انه نخلي خطوطنا كلها متزنة يعني ناخذ الحرف الاساس هنزين هذا هو مثلا هذا حرف ال H حرف ال O هنزل هخليه يصير على مستوى ال H ال S ال S فيها مشكلة انه شايفين كيف كأنها ناطحة قدام الجزل اللي فوق تحس انه طاير لحاله فإحنا اللي بنحاول نسويه الآن ندبل الخطوط علشان ناخذ الشكل اللي يكون ومتزن يعني هذا هو حلو مضبوط نفرضنا يمشي معاه هذا يمشي معاه نقفله نبدأ نرسم الحرف زي ما هو برسمه الاصلي خلينا نشيل الحروف الثانية هنقدر بعدين نبدأ نزود عليه فلو جينا سوينا ال O برضو خذينا شكل دائري تقدر تلعب بشكل الفتحة مثلا تصغرها توسعها ما تفرق معاك حرف ال U برضو خذه بشكل مبسط جدا وحرف ال S حاول توزنه يعني أول شيء أوزنه بشكل بسيط بدل ما هو جاي طاير كذا نحن نبغاه يصير مثلا بالشكل هذا على سبيل المثال حيث أن يكون موزون أكثر يعني كذا صار عندك تركيبة أحرف بسيطة جدا سيمبل ما تحتاج أي شيء بعدها أنت تبدأ تزود الزيادات تمسح الخطوط اللي ما تبغاها مثلا هنا كان في عندنا زيادة جاية بالشكل هذا حنا لأ حنحاول نأخذ كل طرف ونزود منه يعني مثلا من الطرف اللي فوق اللي هنا مثلا لو زودنا كده خليه زود ينزل ورجعنا مثلا مساحة اللي هنا الآن هذه مثلا ال S كان عندنا فيه زيادات فهنا هحط زيادة مثلا هنا هزود هذا كده أعطي زيادة بسيطة جدا زيادة بسيطة ومعقولة تكفي وتأدي بالغلط أبغى وصل الفكرة النقطة الثانية الأساسية اللي هي كانت عندنا الألوان البيضة اللي موجودة عندنا هنا موجودة في المنطقة هذه المنطقة اللي فوق هنا تحت وفوق إذا كان المقصد منها أنه اللمعات لنفترض أن المقصود منها أنه يبغى يضيف لمعة على الكتابة فأنت لما تبغى تضيف لمعة على الكتابة دائما إيش تأخذ جهة وحدة يعني أنت تخيل عندك مصدر ضو زي الرسم العادي أنه عندك مصدر إنارة تمشي عليه هنأخذ مصدر الإنارة من جهة وحدة نفترض أنه النور جاي عندي من المنطقة هذه حصير أجي أخذ الزوايا اللي تجي بالشكل هذا اللي فوق وعلي صار عشان الزاويا جاي عندي اللي ضايش نازل كده كده صار عندنا الإنارة وقت من أنك تبغى تضيف ظل مثلا تدبل الظل أنك تقدر تجي مثلا بنفس البرتقالي حق التحديد أو حتى لوان ثاني يعني أنك تحاول تدبل الكتابة بمنطقة عكس الإنارة هذه ملاحظات كده بسيطة على الرسم أولا خلينا نخش على العمل الثاني طيب العمل الثاني فريدم من جودي غرافيتي 2004 طيب في شغل هنا كثير مكتوب عندنا فريدم ما شاء الله غلام بوية وشغل سكيتش وواضح أن الورق كانبس شغل متعوب عليه طيب في عندنا نمط خلينا نفسر الأنماط اللي حنا ماشيين عليها هنا هنا حنا ماشيين بالشكل هذا لو وازناها حتكون موزونة حلو جدا عندنا الحروف اللي في البداية وفي النهاية تقريبا هما أطول أو أكبر أحرف نازلة تحت واللي في النص صغار فصار في عندنا إيش خط توزينه كده في النص عشان يعطي وزنية اللي هو هذا المستطيل اللي هنا زي ما احنا شايفينه الحركة جدا ممتازة ما أدري صراحي إذا كان هو الكتابة جودي ما أخذتها من مثلا ناقلتها من رسم معين أو هي اللي كتبتها من عندها لكن إلى الآن الوضع تمام حتكلم أنا عن تشكيل الحروف أكثر من أنه على الأشياء الثانية المحيطة أنه شغلنا كلها حيكون على الكتابة في الجرافيتي في الأحروف نفسها في extension ما أشوف له داعي الصراحة اللي هو عندنا هذا ال extension اللي يجيه بالشكل هذا الزيادات وال extension هذه الغرض منها أنها توزن الرسمة تعطي تفاصيل وعمق أكثر وأهم شيء أنها تكون طالعة من مكان مناسب لها تمام يعني مثلا اللي فوق أوكي شابك مع ال R مع الطرف طالع كأنه بروز منه اللي هو هذا وماشي بالشكل هذا متقاطع مع ال R أو كأنه طالع من ال R فهذا نعطيه صح بس اللي تحت ما أشوف أنه لازمة اللي هو هذا الشيء فأشوف أنه إن شاء الحاجة الثانية صراحة بالنسبة لي اللي حغيرها في الرسمة كتلوين أني رح أخذ اللون اللي محطوط كلون إضافي اللي هو السماوي الفاتح وخلي الرسمة بالسماوي الفاتح بعدين في جهة الظل عندنا الظل و 3D جاي داخل على جوه زي ما احنا شايفين هنا في ال F كيف رايح هذا اتجاهه في ال M برضو مسحوب إلى النص في الداخل وهنا نازل وكذلك نازل في الجهة هذه وهذه بصراحة مزنية حلوة الإنارة شايف أنه ما في توزيع معين كأنه للإنارة في طقات هنا في ال R بعدين هنا في ال E في واحد فوق في ال D في واحد في النص فما أنه عندنا 3D نازل على تحت فيفضل أن الإنارة برضو تكون جاي مصدرها من فوق ويدخل على جوه أو نقدر نخليها كذا نازل فوق تتوزع وتدخل على جوه زي احنا شايفين ملامح الرسمة أصلا الريدي غامقة فكانت تحتاج إنارات كثير فحتى لو كنت مثلا بستعمل اللون الأزرق الغامق ممكن نحط طبقتين من الإضاءة اللي هي السماوي أوزعها في أماكن النور ووضيف عليها الطبقة بيضى أخر شيء خطوط كذا على الأطراف عشان تبرز ليها بشكل أكبر توقع كذا واضح عندنا ما حزود على حاجة كثير حرف الأو بس كان ممكن بالإمكان إنه يكون شكله واضح بشكل أكبر يكون بنفس حجم الدي مثلا لو كان بنفس حجم الدي بيعطي وزن حلو قبل الإنارة وتوزيعها بالشكل المطلوب وبعد من ضيف الإنارة وكبرنا الأو الرسمة الثالثة وكانت جدارية بالنوع throw up لمار يعني أوكي أنا غششتكم أول ثلاث أحرف الحرف الأخير الحرف الأخير أبغاكم تقرونه معي اللي هو هذا الحرف هذا الحرف تقدرون تقرونه معي أنا عن نفسي إذا شفتها أول ما شفتها كنت أحسبه جاي فكنت أقول إنه كاتب مارج طبعا الرسمة هذه كانت من ضمن اللي حيكون معنا في الفلوغ اللي حينزل اللي اللي قاعد لها منتجة الفلوغ صراحة جدا قوي جدا ومتاع اللي كان في المستودع اللي جمعنا فيه تقريبا عشرين رسام نورنا الأخ مارس طبعا أنا عرفت إنه مارس فاراوي فروم دارك أني دخلت الحساب حقه والقيت وكاتب مارس في كذا حاجة عندنا throw up نوعا ما كمستوى مبتدئ يجي منه لكن أول ملاحظة عندي لما عرفت إنه مارس وليس مارج حرف الأس يبغالي شغل جدا كثير مو كثير الصراحة هي حركة واحدة بسيطة ونبدأ من البداية عندنا حرف الام عندي المنطقة هذي والمنطقة هذي تدخلهم مع هنا كيف جاي من تحت يعني نوعا ما كويس لكن أشوف إنه يعطي حقه أكثر فلو كنت هاخذ نفس الستايل هاخذ هذا الضلع هاخذه كذا هاخذ اللفة هوصلها لين هنا هكبرها شوي هعطيها خط هرجح هكمل والمستطيل اللي هنا ما نشايف له ذيك اللزمة شذ في الستايل شوي الأفضل له بدون ما نحتاج الزيادة الشاذة هذا المستطيل الثاني اللي تحت لانه صار ما أعطي كذا زحمة حرف الـ A أوكي ممكن نخليه زي ما هو الـ R الـ R أشوفه ممتاز لكن حاول إنك دايما تبقى في نفس النسق يعني عندك هذول ماشيين في مستوى واحد بعدين فجأة صار في عندك كسرة فوق وصير مستواك فوق يعني مرتفع عنهم مرة ثانية هنا في عندي بروز ثاني في الـ R لا بأس فيه الصراحة يعني يعطي نكة أكثر من إنه كونه في الـ M في الـ M وجوده غير منطقي في الثروب لأن الثروب أنت قاعد تبسط الحرف قد ما تقدر مو مطلوب منك إنك تحاول تعقدها أو تضيف فيه تفاصيل زايدة فمثل هذه الحركة تقدر تضيفها في الـ R تقدر تضيفها في الـ A كذلك في الـ A تزبط إذا حطيتها حتصير تضطير إنك تنفخ مرة ثانية علشان تزبط معاك الـ S إيش مشكلتها زي ما قلناها جاية تشبه حرف الجي أكثر من كونها S فإيش اللي حيفرق معاي بين الجي والـ S شغلة بسيطة جدا أنا حستعمل نفس الأسلوب اللي انت ماشي عليه وعلى نفس الخطوط اللي انت ماشي عليها ما حوقف هنا وأبرز خط وخلي الدخلة هذي مستحية تحس إنها مستحية إنها تكمل طريق هلأ حاخذها لجوه وهنا حاول المنطقة هذي أني أسويها نفس المنطقة هذي حارجع بالشكل هذا بس حتى ممكن بس أصغرها علشان ما تكبر المساحة اللي فوق عندي أقدر أعطيها الطعجة بسيطة ثروب بسيط جدا ونصيحة عامة للثروب إذا جتت تتمرن على الثروب حاولك تسويه يعني أنت على الورق تقعد تشتغل عليه مو لا تعاملو كسكتش تجيب قلم رصاص تحت خطه وتمسح لا عاملو كأنه توقيع يعني حاول تجي مثلا تقول أوكي كذا خلاص الحرف اللي بعده A R S اللي بعده المحاولة الثانية أحاول أني أبدأ أغير مثلا بالتركيبة أحاول أغير بالحروف وزي كذا تقعد تحاول مرة مرتين وثلاث إلى عندما الوضع يستمر معاك وتبدأ توصل لأشكال ثانية حاول دائما أني يكون في بينهم تنسيق مثلا بما أنه هنا عندي ال S شايفينها منطقتها كبيرة مقارنة بال M فبصير أحاولني ولا لا حتى ال M وبكبرها شوي من المكان هذا شايفين هنا صار في عندنا خلل لما حاولنا نوزنها من تحت فايش عادي ارجع كبرة لأحرف حقتك في السليم يا مارس عندنا بعدها OneGuts 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 سيكس تي صراحة أرسل لي صفحة فيها شغل كثير برزيرك برزيرك علامة موسيقى وني عارف إيش هى 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 القلام عرب يشتغل شغل تمام شغل اوك طيب عندنا OneGuts سيسمى واعتقد انه يقصد فيها بما أنه حاط في شعارات برزيرك هنا طيب عندنا لوف في عندنا اللي هي هنا نيرو هذه نازم أو نزيم مهدي NPL صراحة احترت ما أدري أبدأ على أي وحدة لأن كل شخص بحاول أخلص له على حاجة وحدة فقط طيب خلينا نقول خلينا ناخذ نيرو نيرو في البداية تأسيس الأحرف في البداية عندنا N والR أساسهم متشابه I فيه الاختلاف وما أخذ مساحة غريبة بينهم الصراحة والO الشكل حقها ما هو مستقر حرف الN أنا أشوف أنه أوكي وزنيته حلوة حرف الR لو فيه شي حسوي فيه صراحة في الأساس مني حاكبر الR نفسها وحاخذ هذه الزيادة للظلع الأساسي أشوف أنه مرة أفضل هنا صار فيه كسرة كذا غريبة شوي خلي أخذ حريته خليه كذا ينطلق منزال وهذا خليه برضو نفس الشيء ينطلق بنفس الاتجاه وقفلهم هنا شايفين الآن في المنطقة هذه يعني هأنزل هخلي هخلي الR ياخذ راحته هنا أقدر أرجع أكسر فيه مرة ثانية يعني هاخذ التقوص خليه ياخذ راحته شوي هرجع أكسر فيه كذا الR صار عندي بشكل أرتب أكثر خلص أمسح الخط حق العمل هذا صار عندي الR بشكل واضح جدا الO بما أني هعطيها شوية ستايل هنا صايرة كأنها معجونة كأن واحد ما أخذها وخليها زي الفطيرة خلينا نعاملها كأضلاء فالآن أقدر أكبر هذا الزيادة هنا كانت مفعوصة كذا ومستحية شوي هقدر أجيبه كذا المشكلة الآن اللي صارت عندنا أشياء عندنا الحرف الأول ما أخذ ميلان الحرف الثاني مستقيم الحروف الباقية جاية مستقيمة حرف الآي اللي هو مسوينا المشكلة هذه الآن لما صار عند الدنيا متزنة أقدر أني أوزن الآي شبيه باللي هو كان مسويه شايفين كذا صار في عندنا رتابة أنه ماشيين بنفس النسق ترتبت عندنا الحروف السماكات حقه الحروف صار فيها اتزان فكذا أتوقع أنه check العمل اللي بعده عندنا اللي هو محمد كي كاتب فيها fire ومنزل الكتابة بسلاسل وحاط نيران حواليها من البداية يعني عندنا مثلا هنا في نقطة i صغيرة كذا ما خلت حقها تحاول أنك توسع المساحات بين الأحرف عن فرض ال r تجي هنا مو مشكلة حنما ما همنا ترتيب الأحرف صراحة قد ما يهمنا أنه رسم الأحرف نفسها حاول زي ما قلنا في النصيحة الأولى أنك تضبط الأحرف لأنه هنا الظلع اللي هنا حق ال i مثلا ما فيه لاتزان يعني لو ناخذ ه بشكل متزن سيكون هذا مع هذا وبعدها عادي أقدر أطلع منه هنا وطلع من الخط المستقيم أرجع أطلع منه أضلع أساسية لما نشتغل عليها يتعدل معنا شكل الحرف يعني حتى ال i أقدر أخذها ولو أضيف فيها style مثلا أوسعها من تحت أو أي أن كان باقي النسق تمام ال f نفس الشيء ال f أكثر ضلع المتزن الإضافة في ال f من تحت ما أفضل أنها تكون من جو لأنها تكون مو مرة تبين حرف ال f فإذا كنت هتحط إضافة من جو في ال f أفضل أنك في عندي فراغات ما نبغاها مثل الفراغ اللي هنا يكون كبير من داخل ومن الخارج ال r سنمشيه بنفس الطريقة الظلع الأخير في ال r صاير في عدم اتزان يعني لو نمشي معه خذه عادي تعرف كيف تأسس الحروف بشكل صحيح بعدها تقدر تلعب بأي إضافة ثانية يعني زي الإضافة الثانية أكثر من الشكل الأولاني أو حتى أني أخذه كذا أمد على طول حيضبط معايا أكثر لو حاخذه بميلان برضو صار شكله أرتب من اللي قبل بكثير وصراحة تأخذ درجة زيادة على فكرة السلاسل ففي مجهود حاول تشتغل زي ما قلنا على الأساسيات أنك تقسم الأحرف لأضلاع تحاول أن الأضلاع تكون كلها ماشية مع بعض تصغر مع بعض تكبر مع بعض تتوازن مع بعض لو حسوي مثلا فيها انحناء الضلع اللي برا لازم يمشي معا بنفس الانحناء ما حاجي مثلا أسوي كذا وردين أرجع كذا وارجع مرة ثانية بعد ما أسوي مثلا أبغى من تحت يصير مدور أبي أخلي لأ أطراف حادة زي المستطيل وبس والله يعني هذه ملاحظة بسيطة عساس تبدأ من خلالها تركز في الأعمال الجاية أنك توزنها بنفس الوزنية ووي عندنا الآن بيس من دوما بدنا نخش بشغل شوية أثقل فيه له ترتيب أكثر صراحة من أغلب الأعمال اللي مرت قبل فيها كم ملاحظة وقد كلمني صراحة حتى قبل لأنزل فكرة البوست اللي قلت لكم فيه رسلو اللي فيه الأعمال حقتكم وكان يبغى مني الملاحظات صراحة وتخليها تكون مرة واحدة برضو معانا في نفس الفيديو وليش لا طيب قبل لأبدأ بس حب أذكر ونوه على حاجة معينة اللي هي في جتني كذا رسمة جداريات لكن كمرسومة عبارة عن شخصيات وأشياء ما هي الأشياء اللي حين نحاول نحاول صحيحها بالسلسلة هذه خاصة أن أنا ماني مع رسم ذوات الأرواح الشخصيات كانت بشر حيوانات إلى آخر حتى لو جاءت رسم فيها كتاب أو في هذه الأشياء ذيك حت لقي أن أعطي ملاحظات عن الكتاب وما سأعطي ملاحظات على شيئ أثانية ممكن أعطي ملاحظات في التروين في الخلفيات بشكل عام لكن كشخصيات ما راح أتطرق لها خلال هذه السلسلة إن شاء الله نرجع وضعية المدرس كي بنظارة دوم رسم ب ستايل اللي هو أنك تفترض أنك ستسوي حروف كبيرة هذا حد الأرض وكأنك سترسم كذو حروف كبيرة من الأرض لفوق مثلا كان أول شيء صراحة شد انتباهي في الرسمة أول مرة أرسل إياها اللي هي المنطقة هذه ليش لأنه الآن أنا اللي فهمت من الرسمة أنه عنده اللون الأسود عبارة عن تحديد ثانوي خارجي عشان يبين ملامح الرسمة بشكل أكثر بينما لون التحديد الأساسي عنده اللي هو اللون الذهبي وفي نفس الوقت الذهبي هو لون الثري دي عنده في ضياع في اتجاه الثري دي هذا خط تحديد خط التحديد هذا صار طالع للتحديد نفسه ثري دي بينما الثري دي عندي مدل ما هو يبدأ من هنا اللي هو من التحديد الثانوي صراحة أنا ضعت هل هو التحديد ثانوي أو لا لأنه في أماكن مبين تحديد ثانوي داخل في تحديد الحروف نفسها إذا كان الذهب يهو لون التحديد المفروض أنه ثري دي خلاص يبدأ من هنا يبدأ من النقطة هذه فيصير مسحوب بالطريقة هذه وخلاص يكمل معا هذا الظلع اللي هي اتجاه الثري دي لأن الثري دي احنا شايفينه كأنه مصدر الإنارة جاي من هنا والثري دي كله نازل على تحت لكن في الـ O لما نجي على الـ O عندنا هنا نشوف أن الثري دي صار ماشي على فوق شوي أو طالع لبرة المفروض حينزل عندنا على تحت في المنطقة هذه والثري دي زي ما قلنا أننا نحاول نمشي دايما كلها في نفس الاتجاه الـ D عندنا كان نازل تحت الـ O كان فيه طالع على فوق شوي الـ M صار ماشي سيدة الـ A فيه نفس مشكلة الثري دي يعني نجي عندنا هنا نلقاه طالع لفوق الحاجة الثانية هتحس أنه يفتقد الظلع أساسي الـ A عندنا الظلع الثالث اللي هو هذا ممكن أنك ترسم الـ A كمثلث لكن المشكلة هنا أنه الـ A صار شكلها كأنها O فلو كنت أنا حسوي شي هأجي هنا بشكل بسيط هضيف لك هذا الـ A GD بس نتبه لـ 3D ألوان التحديد و 3D حاول أنك تبين الفصل بينهم تشك بعدها عندنا عزوز مديرنا يعني نأتي نتخيل هذا ممتاز A بالشكل هذا مثلا Z نرجع نكمل هكذا ندخل هذا الظلع بدل ما جاي نازل كذا على جول نبغى نخلي مدفوخ فننفخ كذا على فوق ننفخ هذا من هنا فحيصير زابط معنا AZ على نفس الشكل خلي التحديد بلون ثاني يعني لو حط التحديد بلون أسود لون أبيض أي لون ثاني غير لون اللي وراء في الخلفية تشك هندسة هندسة شغل مأنتك معنا هنا أسامة شارك معنا بكتابة عربية صراحة أول ما شفتها احترت فوش أعطيه لأن خلينا ناخذ على ناحية التناسق الآدم عنده هنا تناسق في عنده محور شايفين القصة هذه هنا الصعود لفوق ومن هنا لا ما أخذها نزول يعني شغل عالي العالي الصراحة كملاحة أضع عليها أممكن أعطيها حاجة واحدة بسيطة جدا النقاط ألا وهي الثلاث نقاط حق الشين طبعا هو كاتب خشبة النقطة الثالثة هذه اللي فوق لأن كنت معطيها مثلا لها ثقل وزنية مختلفة عن الباقين كلهم تنوي بسيط قبل نكمل شوية الآن نحطي نستقبل الأعمال زي ما قلني على الستوري في الانستجرام هنزل فترة فإذا أنت حاب أعمالك تطلع معانا نصحح عليها نعطيكم ملاحظات نراجعها مع بعض تقدرون إن شاء الله تشاركونها في المستقبل في الستوريات التي تصير تنحط في الانستجرام إذا تشوفون أنه في طريقة ثانية تكون أفضل نرسل فيها الصور عشان ماذا يكون تصوير شاشة بالنسبة لي وما أدل ممكن بعض العمال جدتها تخف اكتبونا تحت في التعليقات وإذا ترى السلسلة مفيدة مستمتعين بها سواء الناس التي أعمالها طلعت معانا في المقطع هذا أو إذا جاء تابع ومروق ومبسوط وشفت أن في حاجات أفادتك وفتحت عينك أو مخك على أشياء ممكن أنت تسويها وتساعدك أن تعدلها وتتخطاها كتب لنا برضو تحت في التعليقات شفنا كيف الأعمال الوضعها كان مره ممتاز في ملاحظة وشياء كان تحتاج ملاحظات كثيرة في حاجات كانت تعديلات بسيطة وكان في عندنا آخر واحد حد أسامة كان مره بطل يعني كان لا يحتاج شيء يعني حتى الإضافة التي حطناها عليه ممكن أن حتى عادة الرصفة لا تحتاج أي إضافة عليها سأعطيكم هكذا الأدوات الفنية تمام لكن دائما تحس أن الأدوات الفنية غالية تدرنا في مكان يقدر يبيلك بسعر الجملة ومس حتى أدوات المكتبية لأشياء المدرسة الجامعة في مكان إذا رحت إلا أنت وأصحابك أو أهلك تقدرون تأخذون الشياء بمجموعة بمبالغ بمجموعة ربع السعر أو نصف السعر ستصل إلى نصف السعر تلغى تحصل المكان هذا شوف الفلوغ الذي يوجد هنا على الشاشة أنتظرك في الفلوغ هناك ريلاكس ريلاكس لا ما يصير هذا الكلام يعني أنكم محببين بعض تأكين سواء خلينا خلينا